عرض علماء متحجرات من إحدى جامعات البرو بقايا متحجرة تابعة لباسيلوسور وهو نوع من الحتان اللاحمة الكبيرة كانت تعيش في المحيطات قبل 36 مليون سنة لم تتم درستها كثيرا بعد نحن مازلنا في بداية اكتشافات الهياكل العظمية الكاملة ثم توحد في باريس على غرار هذه لا أعرف هل هو من النوع نفسه ولكن لا يوجد الكثير منها في العالم هناك اثنتان جمجمتان في حالة جيدة وهذه الثالثة من نوعها واكتشفت هذه البقايا المتحجرة التي تمثل جمجمة كاملة في نهاية العام 2021 في صحراء أوكوكاهي الواقع على بعد 350 كيلو مترا جنوب العاصمة ليما كان هذا الحيوان من أكبر الحيوانات المفترسة في عصره كان يبلغ طول جمجمته مترا وخمسة وثلاثين سنتيمترا وهذا مماثل لنحية الحجم لحجم تيرانوسوريكس وأطلق مكتشف البقايا المتحجرة اسم مفترس أوكوكاهي عليها وكان هذا الحوت الذي يبلغ طوله 17 مترا ويتمتع بفك ضخم وقوي يتغذى على أسماك التونة والقرش وكميات كبيرة من السردين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر